أهلاً ومرحباً بكم في قناتي. هنا سنبهين لكم في هذا الفيديو مثلاً إلا كنا بغينا نديره النعناع في الدار لأنه كيقولوا بأنها هذا كلي كيتباع فيه المبيدات وهذا. إذا فمن الأحسن الواحد كيدير النعناع دياله في الدار سواء في ميزهريات أو سنبهين لكم هنا في هذا الفيديو كيتباعه مثلاً أو لا يقدر الواحد يديرهم مثلاً بوحده أو لعند نجار. واحد سناديق ويدار فيهم هذا يدار فيهم الطراب. إذا فهنا يكون شرينا النعناع وشرينا شوية لازير هذا شريط واحد نوع لازير سمحوا لي هذا الزعتر زعتر مزيان في البيتزا من كتكون طرية. هاد جهة كان فيها غير الأعشاب متاع الخاصة بالمطبخ مثلاً بحل هذا الشجر البرتقال أو مثلاً مهم هذا هو ما الصندوق لي قلت لكم ها هو هذا. يقدر الواحد يعمره بالتراب إلا كان يديره شوية رفع على السطح باش ما يتقلش السطح ويدير فيه هكذاك باش يدير شوية القصبار شوية النعناع بلا مازع ما هكذاك في الصيف. ها واحد هذا كان يتبع في محل آخر هذا كيتبع حنايا هذا كنا مشينا في واحد المحل نتاع خاص بالبيت مثلاً في البناء أو هذا هذا نتاع هذا الجنح كان خاص بالجردة بالحديقة. فهذا هم مثلاً كيكونوا هاد سناديق صغيرة بحل يقولوا ميني جردة ميني حديقة هكذا. ما كاتبين هنا ميني جاردين. إذا هادو ميني حديقة صغيرة فيقدر الواحد يدير فيها القصبار او لا يحتعليها هنا في حال متنا التحت يحتعلي هادوك المزهريات او لا هدي عمرها بالتراب ويديرها بالنعناع الواحد او لا بالقصبر الأحشاب اللي كتكون. إذا هادو هادو كنا مشينا في هاد الجيهة نتاع التراب كنا شرينا متنمه تراب نتاع الحديقة باش ننغرسو النعناع وهاد الجناح كله يقدر الواحد كله هاد سوبرماشي يقدر الواحد يتمشى بالسيارة ديالو وكيشري الحاجة يحتها في السيارة ومن بعد كيمشي فين يخلص. الأخوات اللي كينين هنا في أوروبا كي يعرفوا. إذا فهادو هادو كل بيوت صغيرة هادو كنا درنا هادو كل بيوت صغيرة كشتهم هادو كيدسو فيهم بحل الأدوات نتاع الحديقة. مهم هادو كان عندنا هادو بحل صندوق دائري دالو كبير وكان فيه ذاك النعناع وليكن ذاك النعناع شوية وصفي بحل تغلبت عليه الأعشاب إذا فاق لعنا له ذاك الأعشاب ودرنا له الطراب كتر اللي شرينا متنمه بعدها. من بعد سفي غرسنا ذاك النعناع اللي شريناه. من بعد سفي غرسناه لأنه كيكون في الصف مزيان. هكذا قلعناه من هديك. هو النعناع مزيان إلا قلعناه بالجدر ديالو الجذور ديالو. ويتغرس هكذا وهو كيدير معليش هو شعال مدرته في واحد المكان شوية فيه المساحة مزيان لأنه كيتفرع. إذا فها هو هذا. فهذا غرسنا قدرنا له واحد لحفرة صغيرة. ومن بعد نردو علي هديك التراب. ونزيدو له كتر التراب. تكون نادر نقعت ماشي يقدر يكون زوج ثلاثة هكذاك. وهكذاك رغمت بما هدون هاد نعناع. ومن بعد إلا كان في الصيف. هو نعناه كل مرة ولكن احنا ما نقطعوهش هكذا كنقلعوه. نقلعوه بغي بدي كجيه وصفي بحله كما يقوله ماشي بالجدر ديالو. إذا فالواحد يقطع منه إلا كان الصيف ويقدر يخليه إن شاء الله للفصل الشتاء في المجمد ولكن. هذا كان الزعتر لأن البيت زكت جي بهم زيانة. هذا هو هذا اللازير وهذا السيبوليت. هادو أحشاب نتاع المطبخ. ومن بعد. من بعد ما نغرسو هادك النعناع. إذا فضرنا عليه الماء. سقيناه باللماء. وحتى هادك الزعتر كله ولا بود ولا بود يتغرسوا. تعتاولهم الماء. هادا هو النعناع اللي يقول لكم ما رحبنا زيان. إلا درناه في الكونجيلاتور. هكذا قد نغسلوه نقطروه نديرو في المجمد. وكي يبقى حتى الفصل الشتاء إن شاء الله. وهكذا هادا هو الصندوق عود اللي يقول لكم. نقدرون نديرو حتى إحنا يا هادا غرسنا فيه شوية النعناع وسقيناه. ونقدرون نديرو في القصبر وحجيها نتاع القصبر. لأنه كيقولوا النعناع كيقولوا فيه المبيدات وهذا فهم الأحسن لوحد يتفادى هادا النعناع اللي كي يشريه. عاود اللي بغي يشريه هادا مهم الوحد اللي بغي يدير في الدار هادا هو نعطيتكم واحد الفكرة. وهذا نقدروه حتى نديرو فيه القصبر. وشكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة.